أهلا وسهلا بكم سيداتي سادتي في موعد خاص مصدضيف فيه السيد الوزير الأول عبد المالك سلال لراحين تحثوا معاه في كثير من الأمور السياسية والمتعلقة بالبلاد أهلا وسهلا بكم سيد الوزير بسم الله الرحمن الرحيم في دا كل حال لا تفضل انت سيد ركacement ما غيرت تفضل من تهاية حلفتلك وش راهي الأحوال سيدي؟ بسم الله الرحمن الرحيم أولاً يعني تحية يعني خاص سبيسيال لفخامة رئيس الجمهورة وأيضاً يعني تحية كبيرة لكل الفقاقير أينما وجدوا وأينما يعني حلوا وارتحلوا حلوا وارتحلوا شغلت خلاص فيه وش لو لو مؤخراً كان نقاش كبير حول الدستور الجديد في قبة البرلمان البرلمان سبحان الله أقول الله أقول الله أقول سامع بها هذا الأسم بصحر الله ماش فيتوين البرلمان سيدي طلبة به الدين سبيسيفيك ايه تقول دخليفة ايه قولي البرلمان يخذوا كل يرفضوا يديهم هادوك أنا كي قلت لي القبة شغلت لي شوية باسكو جاي في طريقتها سيحت شو هذا أنا كوالي حالو كان قلت لي الاف دو نفهمك ديرك كيف اف دو سيدي؟ بو أنا كوالي حال هذه نقطة شد روحكا نحن قتلك بالضحك كي ما لابلك على كل حال أنا إنسان نحب الفكاهة يعني البرلمان عايت له اف دو بسكو يخي يقال البرلمان بغرفتيه تما زي ما كلي فيه زوش دي شامبر كلي دار اف دو سيدي سيدي ما تقييمكم للبرلمان دوك نفهمك على كل حال في البرلمان هادي حاجة سهلة شغول احنا ما قدرش نحضرهم مع الشعب كامل لك شايف كيفها 400 مليون جزائري ما تغيرش نحضر معهم كامل مظنك احنا جيتنا ليدي قلنا نديره 400 واحد يعني يمثلوا الشعب الجزائري ونحضرهم معهم ديركت في بلاسة الشعب ايه هادي موجودة في كل عالم هاكده يا سبحان الله مشاته باش شوف باللي يعني الجناس يكوبيوا علينا و لكل حال البرلمان هادوما الحمد لله يعني ناس ملاح بزاب و جامي يعني كما نقولوا اكده ارفزونا حاجة شاكفوا اقول ما نسحقوا حاجة يفطيونا بنعم والحمد لله لكن هلا راه يقوم بدوره في الدفاع عن الشعب ايه يدافعوا يدافعوا اول حاجتي يدافع ورا ما يدافعوا بيان وشنو اسكوه للشعب هادي ما لباليش على كل حال وشنو هاكي ما نقولوا هادوك لدفو على روحهم رنفور ديش موضوع اخر سيدي التقشف حبس يا حبيبي حبس عباك انتم الاعلاميين صورتو ان التقشف هادش والحاجة عظيمة ويفصح مكانوالو كيفاش سيدي؟ الله غالب طاح البيترولت زيارة الحالة باش نفهمك على كل حال دوك نضربلك مثال انا بواحد الحكاية على كل حال تعال الغراب والنعجة لما الغراب جاي جايز تخطر على النعجة هاكده ها خزرت فيها من فوقها وقال له اي واش كاش ما كاين هي خزرت فيها وقال له ما فيهاش كفهم؟ لم افهم سيدي سهلا ومبتيد ديمنستراتيون باش تفهم هادي لك تشوف فيها وش نوعه سانتورا استقفاليه فقارنستثفككوست هاكده هادي شحمن تقبالي فيا فيها ربعة ماتا وش تديمتا هي تجيب مصمار هاكده جيب مصمار تزيد لها اللي هنا زوج تقابيه في الدميل ساز هاكده وديميل ديسات إن شاء الله تزيد لها تلت قاضي وحدة أخرين تزير وصيبون هذا هو التقشف وكما يقول لمتلا على كل حالة تقشف ماكسب مات مجه البابورة ليت المولود ياه هذا هو مفهوم التقشف يا حبيبي صيبون فهمت أعتقد بأن الأمر واضح الآن سيدي بالنسبة للدستور هل تعتقد أن به حلول لمشاكل الناس؟ طبعاً طبعاً يا أخي القانون المؤرخ بـ 12 شباط الأول اكتبنا فيه في المادة 70 الطلاق حاجة ماشي مليحة هكذا باش الواحد كي يكون ناحية ضرب مع مرتو مثلاً هكذا ويكون مقلق غير يجبت الدستور الجديد ولا يقرأ في المادة 70 الطلاق حاجة ماشي مليحة يعاود يتكالمها ويعاود يولي المعظام وميسرا وان شاء الله ويعيشوا في سعادة وهناء وبالنسبة لفئة الشباب العاطل عن العمل اللاسق نصح حالك أنا يقال الشباب اللاسق من العمل يعني والله الشباب الجزائري غير مهتم بمثل هذه الأمور مشكلة التقشف ومشكلة البترول شباب الجزائري ما راهوش سامع مشكلة الشباب الجزائري ليست في مناصب الشغل بل في مناصب الحب كيف أشهده؟ الحب هو أكبر مشكلة للشباب الجزائري المريول كيف يمكن للشاب الجزائري أن يكون أنتيك والفتيات أصبحنا ماترياليست؟ كيف يمكن للشاب الجزائري أن يكون أنتيك والفتاة التي يحبها تبدله بمول الإيفوك ومول المرسيداس؟ من أين يأتي الأنتيك للشاب الجزائري والفتاة التي يحبها عندها المصطاشي يا حبيبي؟ غير كما جاءت لعندي طفلة منقصر معها هكدايا بيت نحكي لها أنا على مشاكل حزب الأرندي تجمع الوطني الديموقراطي وعلى مشاكل الدستور الجديد أنا أنا بليراني نهضر مع السيء أحمد أويحي يا سبحان الله هذا مشكل عصيو تقصد مشكل عويس؟ عصيو هدي عصيو كتر من عويس يا محينك فماذا يفعل الشباب الجزائري؟ يكونوا يكتبوا في الفيسبوك ويديروا سبوتد مع فيفي المريولة ويبعثون بوك لسعاد الأنوشة المريولة وهذا مما يدفع أيضا للعنوسة عند الفتيات فتجدوا الفتاة مسكينة حياتها كامل وهي تصنى في فارس الأحلام وفي آخر المعطاف تتزوج ببغل أو حمار دع الأحلام هذا هو مشكل الشباب لا علاقة للتقشف أو البترول بمشاكل الأمة بما أننا تكلمنا عن الفيسبوك سيدي أنت كلما تغلط حاجات تلقاها انتشرت مباشرة في الفيسبوك يو هديك بكري قبل أن أغلطنا لقاها في الفيسبوك يا أخويا هدا دوك عصر السرعة بالمناسبة عندي تنهيو بسيط برك هادوك الباج والكوانت المفتحين في الفيسبوك بأسمي هادو كامل لنا خاطيني أنا باش ما يعقلونيش يحبيبي درت فو بروفي درتها طفلة سميتها لكل حال ميكا توائم والوف ويقول لي على الفوطو دي بروفي درتها قط روجي وفي هادوك فوطو تكوفيرتو درت شغل قلوه باطايري على كل حال انا شغل درته باش ما يعقلونيش كامل بسعجة سبحان الله هاك داك ويعقلوني بعتولي الميصاج فيه ويقولوا لي ايه يعني في الميصاج جتام ويعني أشياء من هاد القبيل يعني أتحفض عن ذكرها على كل حال ساوي شنو صافي فليزي معروف عنك سيدي على كل حال حس الفقاهة ولكن نكت هدي سببت لك الكثير من المشاكل ايه فعلا فعلا صلات لي ولا غير شحامل مرة على كل حال دي فوان دير هكذا نكتة بنيتي هكذا بساح الناس يعني توسوست ولقيت يعني احتلقيت مظاهرات ودعوة مقلبة وانا يلا أخبر يا أخي الناس هادو مما فهمت هم شانايخ تكون سيريو يقولوا لك زواخ وزابط وجهه تتلق روحك شوية يقولوا عليك جايح ويتطلعوا لك فوق راسك تكون في الوسط يقولوا لك يلعب ها سيريو بسح هو مكان والو قلش ما فهمت أنا ما فهمت والو فيهم هادو ممكن نكتة هكذا على المباشر شد روحك انا احنا قتلك بالضحك طالك خطرة واحد فرطاسة ادخل مش يدوش زلق على راسو واسرالو زاد زلق candies اسمي وافرطاسة هزالنا بعث قاعد غريز لك خطرة على راسو وخطرة على رجليخ اهههههههههههههههههههه لا ش 26 Home سيدي بالنسبة اسمحلي بالنسبة للإنجازات لكول يا إعنجازات والله غرضافلا يعني جونة biggest اسمحلي الحكاية يا ابو الدفاع بسعدك قلت لك يعني جاونا بزاف عرقولات يعني اللي عرقلت المشاريع تعنا نعطيك واحد في أيام الحملة الانتخابية سنة 1914 سنة 2014 من سنة 1914 والناس يهضروا يهضروا ولكن الأخ صديق رئيس الجمهورة إنسان سجيع جدا وكما يقول لم تلع لكل حال رب أخ لك لم تلده لك أختك بفضل من الله الحمد لله رب يوفقنا وقدرنا نديره إنجاز كبير اللي هو بطاقة التعريف الإلكترونية ويعني هذا يعني بزاف من الناس تهزاوا بها ولكن سوف ترون النتائج بضعة بعد سنوات يعني أبريكا كوزان إن شاء الله إن شاء الله والجزائر البيضة يعني رهم خلوهنا أمانة إن شاء الله هنتهلوا فيها ما نغبنوهاش لأن الجزائر هي البيضة مناموه وأنا من هذا المكان نوعدكم وانطمأنكم بأننا لن نحلب فرنسوا هولوند ولن نحلب أوباما نحن لا نحلب أي أحد بما أنك تكلمت عن الرؤاسة ما هو تقييمك للسياسة الخارجية؟ ما كان لا خارجية لا يديك لا يجيبك خلينا الحمبابك هما مقسمين العالم على حسابهم زي ما برا يعني في الدول الخارجية مديريننا باللي إحناي العالم الثالث وهما يعني الدول المتقدمة ومع لباليش قال لك الألمان خير منا فايش خير منا يا الحمبابك كوب ديمونت الخرانية مشي قريب ما أعطينا هم طريحة؟ آآ صح كعينة منها هذه أنا رحت للألمان وشفت بعيني ما كانوا أخر منا يا حبيبي عندهم حاجة أخر منا سيفري الحق الحق الزواغ هم يزوقهم لي سبيغة الحق لها كي سبغوها بيانا قديت وليتبان شابة هذا ما كان لذلك حنا قررنا باش نجيبوا سباغين من عندهم ونعاودون زوقوا للجيري عامين قيس الخدمة وربع سنين ولا خمس سنين قيس ما تنشف سبيغة رك على بالك كل شي طويل هنا في الجزائر وبإذن الله سترون وجها مغايرا وآخرا للجزائر ما هي رسالتك سيدي لكل راهم يشوفوا فينا أنا نقول للشعب لازم يصبروا وما يتقلقوش راه كائن العطو الحمد لله والسراقين راه نعقبهم كائن متابعة قضائية في حق السراقين لا احنا راه ننوكل عليهم ربي والشعب تاني لازم يوكل عليها ربي ولازم يعاونونا إن شاء الله بالدعاء دائما الدعاء إن شاء الله يا ربي يطلع البيترو آمين الكلمة الأخيرة لك سيدي يا أخويا برك الله فيكم وبالنسبة للمشاريع إن شاء الله راح تكون عملاقه ويعني بالنسبة للفيديو إن شاء الله فيسبوك هذا العام راح يكونوا بزاف لما لا إن شاء الله العام الجاي نديروا فيها يعني برنامج مباشرة بعد المغرب في رمضان ممكن تقولنا العنوان تعوه غير الدعاء شكرا لك سيدي الوزير أشكركم أعزاء المشاهدين على حسن المتابعة كان فعلا حوارا شيق مع سيادة الوزير قمة التواضع لاحظناها منه أدرب لكم موعدا في عدل انفاقه ديديك أسخو يحمد مع ضيوف آخرين دمتم في رعاية يحيا أخو يحمد ويحيا في الغيبية دمتم في رعاية الله وحفظه العشية العشية نتلاقى إن شاء الله في المورادية نلقاكم في عدل آخر مع ضيوف آخرين إن شاء الله 1 2 3 بيبا الله شيلي لكم أمسيا سعيدة وصحف قر هل فيいきام كل حصول تفعل دفئة قلة أنت م role من ضيوف التي تنسى ألاحظونчاء الأمر تذكرون 100% مع ضوار يامف فإن هذا الفيديو يتلحقك غير تخرج في رمضانه أمور رمضان لي الجلح او شك التطور هنا ألاحظ، زقد زعب